السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اه في لقاءنا هذا ان شاء الله. نتحدث عن في شابتر سيفين. عن الجازز والليكويدز والليكويدز. الحالات الثاتية للمادة حقيقة انها يعني تحتكم الى ما يسمى بالكاينيتك موليكلر ثيوري اوف ماتر. كاينيتك موليكلر ثيوري اوف ماتر. نظرية الحركة الجزائية دي المادة. اه اللي بميز الحالات الثلاثة للمادة عن بعضها البعض اللي هو الفيزيكال بروبرتز اوف ماتر زي اه اربع كومن من الفيزيكال بروبرتز واحد منهم اللي هو الفوليوم والشيب. الدينستي. كومبريسيبيريتي. اند ثيرمال اكسبانشن. الفوليوم والشيب تكلمنا عليهم والدينستي تكلمنا عليها ضايل ان شاء الله نتكلم عن الكومبريسيبيريتي اللي هي الانضغاطية وعن التمدد الحراري. الكومبريسيبيريتي اه في الحقيقة هي مقياس. الكومبريسيبيريتي بنقول هي عبارة عن مقياس. للتغير في الحجم العينة او عينة المادة الناتج من التغير في الضغط. اما الثيرمال اكسبانشن وهو يعني قريب من المفهوم. هو ايضا مقياس لتغير حجم عينة المادة الناتجة من التغير الحراري. اذا مقياس لها علاقة الحجم بالبراشر. والثيرمال اكسبانشن هي علاقة تغير الحجم بتمبريتشر. اللي بيحكم هذا الكلام اللي هو النظرية الجزائية للحركة المادة. هادا النظرية بتقول انه او مجموعة من المفاهيم هي مقدارها خمسة. هادا بتشرح اللي هو السلوية الفيزيائي لحالات المادة الثلاثة. The five statements of the kinetic molecular theory of matter follows. Statement one. matter is ultimately composed of tiny particles, atoms, molecules, or ions that have definite and characteristic sizes but that do not change. اذا المادة بتتكون من جزائيات غاية في الدقة تسمى الضرات او الجزائيات او الايونات بتكون لها definite size. بتكون لها حجم محدد. وإلها مميزات محددة وهي وهذا الحجم لا يتغير. يعني حجم الضرة ما بتغير باي ظرف كان. اتنين. انه البارتكلز في حركة عشوائية مستمرة. حركة عشوائية مستمرة. البارتكلز are in constant. are in constant random motion. and therefore possesses kinetic energy. ما هي مدام الها حركة. اذا الها kinetic energy. لانه kinetic energy طاقة الحركة. اذا ما هي طاقة الحركة اذا. اذا لو قلنا ما هي طاقة الحركة. اذا طاقة الحركة. هي عبارة عن الطاقة. طاقة المادة التي تمتلكها نتيجة الحركة. نتيجة الحركة. اذا kinetic energy is the energy that matter possesses because of particle motion. الاستثمان تثري. البارتكلز interact with another. with acting another through attraction and reversion forces. يعني الجزئات بتكون في حالة تجادب او تنافر. اه نتيجة الشحنات الكهروستاتيكية الموجودة فيها. فلو كان فيه كهروب الالكتورستاتيكية. لو كان فيه يعني الشحنات متشابهة. هيكون هناك فيه تجادب. ولو اه. ولو كانت الشحنات مختلفة. هيكون فيه هناك تنافر. هذه قوة التجادب او قوة التنافر الموجودة. بنطلق عليها البوتينشيال energy طاقة الوضع. اذا طاقة الوضع هي الطاقة المختزمة داخل المادة. كنتيجة لموضعها او. اه. الحالة بتاعتها او المكون بتاعها. التلاتة هذول باثروا على البوتينشيال انرجي. اذا البوتينشيال انرجي فيها. فيها الكتروستاتيك اتراكشن. ان is an attraction or repulsion. هي عملية تجادب او تنافر that occurs between charged particles. فلو كانت charges particles opposite charge. one positive and one negative. بكون هناك attraction. لو كانت charges are the same. او like charges both positive or both negative. سيكون هناك one another. سيكون تنافر فيما بينهم. الزيادة على هذا الامر انه البوتينشيال انرجي. is this in this text. will mean بوتينشيال انرجي of الاكتروستاتيك origin. the statement for. الكانيتك انرجي احنا بنعتبرها velocity. نعتبرها سرعة. velocity of the particles increases as temperature is increased. يعني بتتأثر بدرجة الحرارة. اذا زادت درجة الحرارة وبزيد لقائنتك. وده قالت درجة الحرارة بقلل لقائنتك energy. او بزيد السرعة. لانه انا قلت انه كائنتك انرجي بتمثل السرعة. بتمثل السرعة. of all particles in a system depends on temperature. depends on temperature. اعتمادا على درجة الحرارة. اي انه كائنتك energy increase increases as temperature increase. statement five. انه البارتكالز energy to each other through elastic collisions. يعني الطاقة ممكن تنتقل داخل النظام فيما بينه من خلال التصادمات المرينة. من خلال التصادمات المرينة. يعني لو اعتبرنا انه التصادمات المرينة يعني مثال عليها ان نجيب مثلا كرتين من الحديد الصلب. وباعتبار انه قوة الاحتكاق صفر. والكرتين هذول يتصادم مع بعض. بنعتقد انه هنا انه طاقة لا تفقد. باستثمر طاقة ما بينه كرتين الى مالة نهاية. اذا اه اه بيختلف هذا الكلام عن ان الاستيك كوليجنز. ان الاستيك كوليجنز. اللي ممكن نمثله. اذا الاستيك كونديجنز ممكن نمثله ب تو هارد سفيرز. والان الاستيك كونديجنز اه ممكن نمثله ب تو ماسز اوف بيوتي. اوف ابيوتي. يعني معجون. لو جمنا كرتين من المعجون وصدمناهم في بعض. ما بكونش انهم قوة ارتداد. وبالتالي لا يمثلوا هذه الحالة. اما التصادمات المرنة هي اللي احنا بنقول عنها. تبقى الطاقة ثابتة لا تتغير في الاستيك كوليجنز. اذا الاختلاف الان ممكن ما بين السلد وليكود وغازد للمادة. ممكن احنا اا يعني نقدر نبينه من خلال الريلاتيف مجنيتيودز. اوف كاينيتيك انيرجي. اذا الفرق ما بين الكاينيتيك انيرجي والبوتنشير انيرجي. هو اللي بيبين الحالات الاختلاف ما بين الحالات الثلاثة للمادة. فعندي انا قوتين مهمتين. اللي هو تتجادب المادة. في قوة بنسميها قوة التنافر. وهي هذا اللي بسميها الكاينيتيك انيرجي. الكاينيتيك انيرجي. اللي هي قوة بنسميها ديسترابتيف فورسي. والقوة الثانية اللي بسميها الكوهيسيب فورسي وهي عبارة عن بوتينشيال انيرجي. هي قوة التجادب. اذا في قوتين. قوة تنافر. القوة التنافر هادة. بقى سميها ديسترابتيف فورسيز وهي بتكون عبارة عن كاينيتيك انيرجي. وقوة تجادب داخل الجزء. بقى سميها كوهيسيب انيرجي. وهي عبارة عن البوتينشيال انيرجي. واللي هي بتربط الجزئات فيما بينها وبينها وبين البعض الاخر منها. الان حنشوف ما هي الفروق. ما بين اللي بيد. ما بين السوليدز والليكوز والجازز. الفروق. نشوف الحالات الاربعة اللي احنا قبل شوي تكلمنا عليها. الفوليوم انتشيب. ودنسة كومبرسيبيريتي وثيرمال اكسبانشن. نشوف في الحالات الثلاثة. اول حالة من الحالات في الصوليد ستيت. نشوف. نقارن في الحالات الثلاثة. في الصوليد ستيت هنلاقي ديفينت فوليوم اندفينت شيب. يعني الشكل محدد والفوليوم محدد. في الليكوز ديفينت فوليوم اند اندفينت شيب. الفوليوم ثابت لكن الشيب بتغير تغير شكل الوعاء اللي بيحويه. اه الحالة الثالثة الجازز. اندفينت شيب اندفينت فوليوم. اه الدنستة. بنلاقي الدنستة في الصوليد هاي. اما في الليكوز. اه وفي الليكوز بنلقى هاي بط. اه يوجو لور دان كورسبوندينج صوليد. اما في الليكوز بنلاقيها لو. بالنسبة كومبرسيبيليتي بنلاقيها سمول. عملية انضغطية. الجزئات ما بتنضغط مع بعض. مادة الصلبة صعب جدا انك تضغطها. اما ايضا في الليكوز برضو سمول. لكنها اه يعني بطيوج ولا قريطة دان كومبرسيبيليتي صوليد. اما في الليكوز بنقال لارج. انه جزئات متباعدة عن بعض. الثيرامل سمول بنلاقيها عامة. أم اه اباوت زيرو بوائنت زيرو بوائنت بير ديجري. اه ان صليدي ستتات او اسمول. اواباوت زيرو بوائنت وان زيرو بير ديجري. اه قازيز بنلاقيها متبرد. متوسطة اباوت زيرو بوائنت زيرو بير ديجري.four هاي. اذا انا لا قائفة هنا نفس الكلام بنعيده تاني يعني الكانيتك انرجي لها الاطباط بالحرارة فكلما زاد درجة الحرارة بزيد الكانيتك انرجي وهذا بيعتمد على السيتمينت فور اللي اخذناه منه شوية السيتمينت فور الكانيتك توري موليك الانرجي ايضا بنلاقي في قوتين عندي هنا قوة وقوة اللي هم بيحددوا العلاقة في الحالات المادة الثلاثة الان احنا بدنا نشوف العلاقة ما بين وما بين الحالات الثلاثة للمادة مثلا اول شي بنا نطبق هذا الكلام على الصلد نطبق هذا الكلام على الصلد نطبق نظري هذا على الصلد طبعا الصلد هي عبارة عن حالة فيزيائية characterized by dominance of potential energy cohesive forces over kinetic energy disruptive forces يعني الحالة الصلبة هي بتتميز انه الطاقة البوتينشيال انرجي اللي هي عبارة عن كوهسف طاقة تفريق او طاقة تشتيت اكبر من الكاينيتك انرجي اللي هي عبارة عن طاقة التجميع اذا هنا over over اكبر منها عشان هيك الجزء بتنازعوا قوتين الجزء بتنازعوا قوتين القوة التنافر وقوة التجادب لكن في الحالة الصلبة في الحالة الصلبة قوة البوتينشيال الكوهسف فورسز اكبر من الكاينيتك انرجي او اكبر من دستوربت فورسز يعني قوة التجادب داخل الجزء نفسه اكبر من قوة التنافر وبالتالي بنلاقي الجزء متماسك على هذا الاساس انه بنلاقي الحركة داخل الجزء هي حركة vibrates بنلاقيها vibrates حركة يعني داخل الجزء حركة موضوعية في نفس المكان بنلاقي الحركة في نفس المكان نتيجة انه نتيجة 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 نحاول انه تبعد الجزء عن بعض ان الجزء بدي يتحرك لكن الجزء بيش لاقي مكان يتحرك فيه عشان هيك هو بتحرك لكن حركة موضوعية في نفس المكان ليش بسبب انه المكان ضيق لا يسمح له بالانتشار هذا الكلام ممكن من خلال فهمنا لهذا الحالة اللي هي حالة الصلد ممكن نفسر الحالات الاربعة للمادة اللي هي طبعا ليش احنا بنقول عنه ليش هي شكل محدد وحجمه محدد لانه فيه strong cohesive forces فيه ياش strong cohesive forces hold the particles بتربط الجزءات مع بعض في fixed positions وهذا بينتج عنه definite volume و definite shape هذا التفسير طيب ليه هو طب ان نفسر high dense ليش الدنس تتاعته عالية لانه البارتكلز للصوليدز are located as close together as possible بمعنى انه touch with each other يعني الجزءات بتكون متلامسة مع بعض قريبة جدا من بعض بمعنى انه في given volume في حجم محدد بنلاقي large amount large number of particles large number of particles يعني لو اخذنا one cubic centimeter واحد centimeter مثلا اللاقي عدد الجزئات اللي في واحد سنتمتر من البارتكلز كبير جدا ولذلك بنلاقي اللي هذا high density بنلاقي هذا ايش high density لانه الدنس تي هي عبارة عن mass over volume فلو كانت الماس كبير جدا يعني الماس كبير over volume على حجم محدد هنلاقي انه الدنس تي هتكون عادي ليش هو الانضغاطية تاعته بسيطة برضو نفس العملية لانه very little space between particles very little space between particles عشان هيكد بتكون ايش بش مؤثرة يعني عشان تعمل increase brush cannot push cannot push يعني مش ممكن انها تعمل pushing لا البارتكلز and closer together ما بش ممكن يصير في عملية ايش ترتقى يعني اقتراب من بعضها البعض بعدين نتكلم عن الحالة الرابعة very small thermal expansion كمان احنا بنقول temperature increase the kinetic energy اللي هي disruptive forces thereby causing more vibrational motion اذا هذا حيأثر فقط الثيرمل حتأثر على vibrational motion اللي هو الحركة في نفس الموضع في نفس المكان الحركة التذابدوبية اللي في نفس الموضع في نفس المكان لكنها لا تزيد عن ذلك وبالتالي ما بكونش هناك في تمدد في الحالة الصلبة او بكون slightly expansion of the solid ممكن يكون ياش slight expansion of the solid يعني التمدد بسيط جدا هيكون فيه التمدد بسيط جدا الكلام هذا برضو بدنا نشرح حالة الليكويد وعلاقته بال الاربعة ايوه الفيزيكال برو بارتز تاعة المادة في الليكويد بيختلف عن الصلد ليه لانه الليكويد هنا هتكون انه التقطين والتسويات مع بعض يعني الكوهيسيب فورسيز او بتساوي الكني انرجي اللي هي الديسترابتي فورسيز اه اف اباو ده سيم مجنيتيود نفس القوة عشان هي لما يعني اذا قوة تجاذب اللي هي بتمنع الجزيئات انها تنتشر وتبتعد عن بعض وقوة التنافر اللي بتحاول انها تخلي الجزيئات تبتعد عن بعض بيخلي المادة لا هي ممكن تغادر المكان وفي نفس الوقت بتعطيها نوع من الحرية الحركة عشان هيك بنلاقي انه الطبقات بتاعت هالليارز انها بيحصل لها فريلي سلايد اوبر ايش اوبر انديكيت اذا في النهاية حنلاقي في عندي ده سلايد فريلي اوبر ون اناذر بطنط موف وذ انف انرجي تو سيباريت يعني ممكن انها تنزلق السلايدز عن بعضها لكن لا يمكن انها تغادر بعضها البعض لانه ما فيش قوة كافية عشان ان تعطيها قوة ايش ال ال الانفلات او قوة الهروب من الحالة السائلة عشان هيك بنلاقي الحالة السائلة هي حالة ايه يعني فيها حرية الحركة الجزئات لكن بتقدرش هادة الجزئات تطلع عشان هيك بيكون عندي ما يسمى بالحالة السائلة وهذا ممكن طبقه على الفورب روبرتز اللي هو ديفينت شيب ان ديفينت ديفينت الفورب يمكن ان ديفينت شيب ديفينت الفورب الاتراجشن فورسز او سترونج انف يعني القوة القوة التجادب تكون قوية بشكل كافي عشان تمنع وتحدد حركة الجزئات من انها تتحرك انها يعني تتحرك فقط داخل الفورب تتحرك فقط داخل الفورب او دي او نات سترونج انف هاو بريفين ديفينت عشان هيك بنلاقي الفورب الثابت لكن الشيب ممكن يكون ايش اه متغير لانه هنا الفورب ما تقدرش الجزئات تنفصل عن بعض وتطلع وتهرب من بعض لك عشان هيك القوة تمنحها لكن في حالة بيلاقي انه هناك في قوة كافية انه جزيئات فقط تتحرك وفقا لبعضها البعض لكن دون ان تغادر المكان الهاي دينستي الهاي دينستي كمان احنا بنقول انه عدد الجزيئات الهاي نمبر اف بارتكيلز ان اي جيفن فوليوم بكون كبير في اللي هو حجم محدد والتالي الدينستي بتكون عالي الاسمول كومبريسيبليتي ايضا مش ممكن يكون هناك في انضغاطية لانه الجزيئات قريبة جدا من بعض يعني اذا بنقول بكوز بارتكيلز المتلامسة مع بعض مفيش شيء مفيش شيء مفيش يعني الفراغات اللي بينهم اه او الفراغات اللي بينهم صغيرة جدا وبالتالي لا يمكن يحصل يعني لا يمكن انه تعصرهم وتجربهم مجددا من بعض وبالتالي بتضل الجزيئات مفيش مجال انه تقترب بعض اكثر مما هي موجودة فيه اذا اسكوز ان انكريز ان براشر كانت اسكوز ثاني مفيش بارتكيلز اه خاصة اه اه كمان بكون اه عملية اله كمان صغيرة بيكون ايش يعني ما فيش التمدد بيكون بسيط بسبب انه قوة التجادب بين الجزيئات اه اللي هي بتسمح للجزيئات تكون فيبرشينال موشن لكن ما بتسمح لجزيئات موف اه اوت اوف اه ليكويد ما بتسمح لوش ان يطلع خارج الليكويد لبسبب انه اه الشورت ديستانس بفور البededل بالجزيئات المتجاورة مع بعض وبالتالي لا تسمح لها انها تخرج خارج النطاق الآن ده نت افكت او اه اه ازان استعمال ان الا في الاعجاب الموفي الباسل which causes slightly volume increase in the liquid. يعني التغير او الزيادة بنلاقيها بسيطة جدا. الحالة الثالثة من حالات المادة وعلاقتها بالفوري بروبارتز هذولة برضو اه بممكن برضو نبينها بنفس الطريقة اللي بيناها في الاصل. في المادتين اخريتين. اذا العملية بتعتمد بتعتمد انه انه الجاز هو عبارة عن الفيزيكال استيت كاركترايز باي دا كومبليد. دومينانس اوف كاينيتيك انرجي. اللي هي ديسترابتيب فورسيز اوفر بوتينشيال انرجي كوهيسيب فورسيز. وهذه طبعا حقيقة. انه قوة التنافر او الكاينيتيك انرجي اعلى من قوة التجادب او البوتينشيال انرجي طاقة الوضع. اذا الان القوة التنافر هذه ستسمح للجزيئات انها تبتعد عن بعض. لانه هي الاقوى. فاقوى من قوة التجادب. فهتبتعد الجزيئات عن بعض. اذا الاتركتف فورسيز عضوات. في عن ambush جزيئات ماذا ي impe travailة ولان transmitting columns مختلفة. يعني قوة التجادب بين جزيئات ستصل الى حد زيرو. لكن قوة التنافر اللي هي قوة عالية إذن يعني ستبتعد عن بعض هالبعض بشكل عشوائي لو كان عملنا يعني يعني حتى فيه تحت الضغط الجوي العادي بنلاقي الجزيئات مبتعدة عن بعضها البعض إذن الآن إحنا ممكن نشرح حسب النظرية نشرح الحالات الأربعة اللي هو يعني لا إله شكل محدد ولا إله حجم محدد والسبب في ذلك أن الأتراكتيب فورسيز أبروكسيمايت لزيرو أو بري ويك بالنسبة للكويسيب فورسيز اللي هي بتبعد الجزيئات عن بعضها البعض عشان هيك بي نقول أنه البارتيجرز آر فري ترافل إن أول دايريكشنز يعني الجزيئات بتتجه في الاتجاهات في جميع الاتجاهات بدون ضوابط بشكل حر ذيرفور جاز بارتيجرز كمبليتلي فل ذير كنتينر عشان هيك هي بتملأ الجزيئات بتتملأ الكنتينر آآ لأنها عندها حرية الحركة بشكل مطلق لكن داخل اللي هو إيش الكنتينر عشان هيك تدخد شكل الكنتينر اللو دين ستي ليش اللو دين ستي لأنه النمبر بارتيكلز آآ 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 ريلا تف توا ماس عفوا ريلا تف تف ريلا لأنه عدد الجزيئات تحت الغاز بتلاقيها إنها بالنسبة لالجيبين بوليوم بتلاقيها صغيرة جدا لاغيها صغيرة جدا بأنه قوة التجادب بينها قليل وبالتالي بتكون متباعدة عن بعضها البعض اما بالنسبة للارج كومبريسيبيلتي طبعا مدام هي المسافات بينها بعيدة يعني لو احدثت اي ضغط عليها اي براشر الابلايد يعني استخدامت اي بشر وطبقته عليها البراشر هذا حيخلي الجزئات تقترب من بعضها البعض اذا البراشر البراشر is applied the particles are easily pushed closer together decrease the amount of empty space هتقلل ال empty space اللي هي الفراغات اللي بينها وبالتالي حيقل الفوليوم اما بالنسبة الموديريت thermal expansion هل هو التمدد الحراري المتوسط يعني بنلاقي برضو لما انت تعطيها حرارة حتتمدد هذه الجزئات وتاخد حرية اكبر لانه الجزئات كلما اعطيتها طاقة حركة او اعطيتها حرارة بتاخد طاقة حركة اكبر وبالتالي بتتمدد بشكل اكبر اذا مع الحرارة الكنتك اه انرجي بالزيد وبالتالي الفارتكس enable them to push back to push back whatever barrier is confining them into a given volume and the volume increases وبالتالي بزيد الفوليوم يعني كلما زوتت الحرارة الجزئات تقط الحرقة بزيد وبالتالي تبتعد الجزئات عن بعض وبالتالي بزيد الفوليوم في هذه الحالة هنا ايضا بقول لك يعني you will know that the size of particles is not changed during expansion or compression of gases, solids or liquids they merely move either further apart or closer together it is the space between the particles that it changes بس اذا ان احنا الان بدنا نتكلم عن الغاز low variables عندي انا خمس قوانين بتحكم الغازات خمس قوانين بتحكم الغازات بدنا نشوف القوانين هاد الخمسة اللي بتحكم الغازات اشي لكن ما هي ما هو قانون الغاز الغاز low الغاز low is a generalization that describes in mathematical terms the relationships among the amount pressure temperature and volume of اغاز اذا هو عبارة عن اللي هو الوصف العام بطريقة تستخدام الماثماتيكال terms يعني نستخدم الرياضيات في العلاقة ما بين الكميات الاربعة الموجودة عندي اللي هي الاماونت والبراشر والتمبريتشر والفوليوم بدي اجي اربط الكميات الاربعة وبعض عن طريق قوانين رياضية عن طريق قوانين الرياضية هذا هو مفهوم الگاز لو لكن طبعا احنا بدنا عشان نتكلم عن الگاز لو معناه بدي انا افهم حاجة اسمها يعني بعض المفاهيم زي مثلا الكيلفن سكيل اللي اخذناها قبل ذلك اللي هو درجة كيلفن اذا نستخدم درجة كيلفن في المسائل نستخدم the units liter and milliliter ايضا بنستخدم البراشر عبارة عن force is applied per unit area on an object that is the total force on surface divided by the area of that surface بمعنى اخر mathematical سيقول انه b عبارة عن البراشر بيستخدم f على a force على area بتمثل القوة على المساحة اذا البراشر بمثل القوة على المساحة البراشر هذا ممكن احنا نقيسه بالبروميتر وهو عبارة عن جهاز يستخدم لقياس الاتموسفير البراشر الضغط الجوي الضغط الجوي الضغط الجوي هذا اللي هو انا بدأ استخدم له عشان نقيس الضغط الجوي البروميتر مكون من ميركري كولوم مكون من ميركري كولوم وهذا مدرج زي ما انت شايف هذا الميركري كولوم هاي مدرج هاي مدرج موجود في داخله الانبوب هذا موجود داخله هو الزئبق الزئبق موضوع في حوض زي ما انت شايف هذا الحوض فيه طبعا زئبق ايضا فيه هنا عليه ضغط الاتموسفير براشر ضغط الجوي اللي اللي هنا يقع عليه الكولوم مادا موجود زي ما انت شايف هاي ميركري كولوم الاشارة هذه الموجودة هنا له براشر ديو الجوي ضغط على الزئبق الموجود فيه هذا الحوض او هذا الاناء الان القوتين متى يتوقف هذا عن النزول عندما تساوي هذه القوة قوة الماس بتاعة الميركري هتساوي قوة الضغط الهواء الجوي هتوقف العمود من عملية النزول وبالتالي عنده النقطة توقف عندها بدنا نعتبر انه هذا العمود بالملي لتر بيساوي قوة ضغط الجوي قوة الضغط الجوي. عشان هيك لحقول. اه اذا انا بحسبه بالملي متر ميركري الضغط الجوي او بحسبه بالطور. او بحسبه ايه بالطور. حيث انه كل واحد ملي متر ميركري يسوي وان طور. وان طور بناء على العالم الايطالي. اللي صمم هذا الجهاز. وذلك قالوا بدل ما يقول وان ملي متر ميركري. قالوا وان طور. وهن الاتنين بيسون بعض تقريدا اللي اسم هذا العالم. الاورج او باوت 760 ملي متر ميركري. اللي هو عبارة عن قوة الضغط الجوي يعني واحد أتموسفير بيقابله 760 مليمتر ميركريك ويقابله أيضا 760 طور كمان الأتموسفير بيساوي 14.7 بصاي برضو وحدة من وحدات قياس البراشر إذن أخر أخر يستخدم البراشر يونيت إذ باوند بير سكوير إنش يعني الرطل على مربع الإنش أو العنش مربع اللي هي عبارة بصاي or إي بي أوفر إنش سكوير إنش سكوير اللي أنا بطلق عليها إبصاي الآن المقياس اللي إحنا طبعا لما نتكلمنا عن السيجنفيكنت فيجرز اللي هي الأرقام المعنوية لما مثلا الأرقام المعنوية هنا بيقول مثلا 750 في الأرقام العادية ليس في التدريج اللي أنا بتكلم عليه الآن بيقول في عندي two significant فإنش الآن ما بحسبش الصفر وهنا في عندي two significant بحسبش الصفر وهكذا وهنا في عندي one significant فإنش الآن بحسبش الصفرين لكن إلا في حالة القياسات درجة الحرارة هنا بأقول بأقول إيش إنه الثلاثة يعتبروا significant figures إذا نجدش عدد significant figures في حالة حالة وهي إلا دن هنا إيش بنقول such as seven hundred fifty seven hundred thirty and six hundred fifty are considered to have three significant figures three significant figures even though no decimal point حتى لو ما كانش في عندي decimal point موجود إذا ما أخذنا is explicitly shown after the zero إذا هانا حقول قديش حقول three significant figures وهنا حقول three significant figures برضو الآن القوانين اللي إحنا حنأخذها أول قانون اللي هو قانون بويلز لو بويلز لو عمل علاقة ما بين البراشر والفوليوم ما بين البراشر والفوليوم وقال بويلز اللي هو هذا العالم اللي أوجد العلاقة وقال إنه بويلز لو states that the volume of a fixed amount of a gas is inversely proportionate to the pressure applied to the gas if the temperature is kept constant يعني لو إحنا ثبتنا درجة الحرارة معناه إنه كمية ثابتة من أو حجم ثابت من المادة الغاز بتتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط الواقع عليها عند تبوت درجة الحرارة بمعنى إنه الفوليوم بتناسب تناسب عكسي مع الضغط الواقع عليه at constant temperature وماثماتيكل عبرنا عنه إنه B1 times B1 equal B2 times B2 B1 اللي هو the pressure volume of a gas in initial في البداية والB2 V2 اللي هو pressure للسامبل gas under a new set of conditions يعني بعد ما تتغير conditions a new set of conditions with temperature and amount of gas remaining constant يعني temperature والamount بيكونوا ثابتين لهذا الغاز إذن قانون بويلز بقول B1 V1 to equal B2 V2 طبعا التطبيق عليه تطبيق بسيط وسهل زي ما انتشايف فقط ما علينا إلا إنه بس نعوض عن القيم الموجود عندنا ونحسب لقيمة المجهول يعني لو اخذنا المثال هذا السامبل of oxygen O2 gas occupies volume of 1.50 لتر at pressure of 735 مليمتر مركري and temperature of 25 degrees centigrade what volume will it occupy in liters if the temperature is increased to 770 مليمتر مركري with no change in temperature 10 عدم تغير درجة العراج إذن معنى ذلك أنا بدي أشوف كيف البراشر الأول والبراشر الثاني وهي ما أعطيني القيم التي تعتها وشفت الفوليوم الأول كيف 51 من 100 لتر طب قديش الفوليوم الثاني خلاص ما خلاص انتهت القصة أنه بأجيب أقول أنه بي ون بي ون بساوي بي تو بي تو عشان تخلص من بي بقسم الاثنين على بي تو وبتخلص من بي تو بي بظل عندي القانون أنه بي تو بساوي بي ون طايمز بي ون على بي تو أو ببساطة جدا أنا إيش عاوز من القانون بدي في تو إذن في تو بساوي الحد المطلق بي ون بي ون على بي تو هيكل المسألة ببساطة وإيجي تطبقنا عليها مع أخت الاختبار الوحدات حيطلع عندي طبعا حتتوقع أنه يطلع في زيادة ولا نقصان طبعا يعني قل الحجم والسبب في ذلك أنه الضغط زاد اللي هو 770 هاي 770 زاد الضغط زاد من 735 إلى 770 تتوقع فعلا أنه حجم يقل وهذا الشيء شيء منطقي يعني هاي هذا طبعا بويلز له وطبعا أجل شرح لك بويلز بهذه الطريقة تأثير البروشر والفوليوم يعني قال لك لو أنا مثلا كان عندي 100 مليمتر ميركريك زي ما أنت شايف كان 8 لتر زودنا الضغط إلى 200 مليمتر صار 4 يعني نقص إلى النصف لو أنا زودت كمية الضغط الضعف حيجل إلى النصف يعني كل أنت ما بتزود الضعف بيجل الحجم إلى النصف يعني 8 لتر بصير 4 لتر زي ما طبعا الامونس دايما هي ايه بيش محطوطه في الاعتبار في القوانين هادي نيجا نشوف تشارجز لو ايش بيقول بيقول states ذات ينص على أن الvolume of fixed amount of gazz لكمية محدودة من الغاز يعني حجم كمية محدودة من الغاز تتناسب تناسب ايه قال هنا يعني هو ثبت الضغط وخلى علاقة ما بين temperature والvolume وقال أنه العلاقة ما بين الvolume والtemperature هي علاقة طردية علاقة is directly proportional علاقة طردية وأنه درجة الحراكة كانت من Kelvin temperature إذن القانون ايش بقول بقول رياضيا mathematical V1 over T1 equal V2 over T2 ويمكن من هذه الصورة تجيب عدة صور للقانون مثلا تقول أنه V1 مثلا أو V2 ايش بساوي هتقول أنه V2 بساوي V1 T1 على T2 على T1 إذن المسألة هذي برضو مسائل مباشرة ومباشرة التطبيق لكن اللي احنا هنشوفه أنه في المسألة هذي مثلا هي أخذ الحجم الأول 425 مليلي لتر عند درجة حرارة سابتة 27 عند درجة حرارة عفوا 27 درجة مائية بردنا عند constant temperature إلى 20 درجة مائية قديش بالملي لتر يعني هما طلبك باللتر لو طلبك باللتر بتحول الملي لتر للي هو لكن طلبك باللتر بنفس الوحدة الأعطاك إياها إذن هنا حيكون أعطاك درجة الحرارة الحرارة بضرجة الحرارة السليزيوس بدو إياها بالكيل إذن حتجيبها وتزود عليها متى وثلاثة سبعين تعطيك اللي هو 300 وهنا 20 زائد 273 يعطيك 293 كيل والحجم معروف هنا لكن الحجم 2 مش معروف إذن ممكن ببساطة نقدر نجيبه بطريقة هذي ويطلع عندي 415 ميلي لتر هنا التمبراتشار مثلا 100 كيل هنا 200 هنا 400 كيل عندما كانت التمبراتشي 100 كيل كان الحجم 2 لتر لما زودنا التمبراتشار إلى 200 زاد الحجم إلى الضعف لما زودنا هنا إلى الضعف أيضا إلى 400 زاد إلى الضعف على الضعف هذا إذن كانت أربعة صارت 8 إذن كل ما زودت التمبراتشار كانت هزيد 100 اللي هو الحجم بشكل مضطرت زي ما أنت شايف هذا أيضا الكمبايند لو ده قنبايند جاز لو له عبارة عن قانون الاتحاد للغازات الكمبايند جاز لو هذا القانون طبعا جمع أكثر من متغير مع بعض جمع المتغير البي والبي والتي المرة هذه لكن خلى الاماونت فكست الاماونت خلاه فكست إذا الكمبايند جاز لو أش بقول 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 إذا هذا هو القانون الجامع للغازات القانون للجامع للغازات إذا هذا القانون للجامع للغازات الآن برضو نفس العملية لو أعطانا أي مسألة على هذا الكلام برضو بدأ تطبقها بنفس الصورة تماما مع الأخذ بالاعتبار أن أحول درجة الحرارة من سليزيس إلى كيلفن وأستخدم القانون أي صورة من صور القانون بحيث تقدم المطلوب الموجود عندي زي مثلا في سوى V1 B1 T2 على B2 T1 واخد بالك من الوحدات تختصرها مع بعض حي يعطينا 2 لتر هذا الحجم القانون المثالي أو للغازات القانون المثالي أو القانون للغازات المثالية القانون هذا بقول the ideal gas low the ideal gas low that describes the relationships among the four variable temperature pressure volume and molar amount of gases at a given set of conditions يعني هذا القانون جمع المتغيرات الأربعة اللي احنا قدناها في بداية حديثنا إذن هذا القانون بقول أنه العلاقة بين المتغيرات الأربعة temperature والbrusher والvolume والmolar amount اللي هي الكمية المولية للغاز substance at a given set of conditions تحت ظروف معينة الماثماتيكال بتقول أنه B V V بساوي equal N RT ال V ال V volume N عبارة عن constant عفوان number of particles R constant with T temperature by K here number of moles اللي هي N هاي N اللي هي number of moles R هي عبارة عن ideal gas constant الثابت الغاز المثالي اذا ايش الوحدات تعتها اللي هي R اللي هو الثابت هذا يقاس القيمة بتاعته 0.0 821 atmosphere liter per mole Kelvin طبعا احنا جبنا هذه الوحدات من وين من هان B هي atmosphere volume liter N mole T Kelvin اذا هذه قيمة سابتة للR وهذه طبعا انت بتكون عارفها لانه اصلا من خلال القانون هي موجودة يعني هذا كل احنا وجدنا من خلال القانون وهذه القيمة طبعا هي بسيطة انت تكون عارفة طبعا نفس العملية ممكن نطبق على اي مثال من الامثلة مثلا زي المثال اللي قدامك هنا المثال بقول odorless colorless testless gas carbon dioxide هذه كلها يعني عبارة عن معلومات لكن مش هتفيدنا في حل المسألة للكربون منوكسايد عشان تعرف انه لا رائحة له ولا لون له ولا طعم له وهو عبارة عن ناتج جانبي من نواتج الاحتراق برضو ناتج كلام ملوش علاقة بالحل الماثماتيكس بقول لكالكوليت هنا بدأ السؤال كالكوليت ده volume in letters اذا هو بده volume لكن بالليتر اعطانا عدد المولات للغاز واعطانا البراشر اللي هو ساوي 0.992 اتموسفير براشر واعطانا التمبراتشر 65 ديجري سنتيجريد اذا اول شيء اللي احنا هنجيب هنقول المعطيات الموجودة عنده واعطانا المعطيات نجي نرتب المعطيات نقول البي قديش بالساوي هاي البي خلصنا الان كانت مرضو من المعطى المطلوب بالنسبة اللي بالليتر والتمبراتشر موجودة عندي بالدرجة السليزية وحولناها لكيلفن زودنا عليها 273 عشان هيك اذهب روح يطبق على القانون مباشرة هيطلع عندي 42 ونص لتر 42 ونص لتر القانون الخامس اللي هو قانون دالتون لوف براشر يعني قانون دالتون للضغوط الجزيية قانون دالتون للضغوط الجزيية قانون دالتون بيقول طبعا وبنص على انه دالتون لوف براشر بنص على انه التوتال براشر اجزيرت باي اميكسشر اوف غاز ان ذا السم اوف دا بارش البراشر اوف دا اندي فيدول غاز ابرزم يعني هذا بيقول انه الضغط الكل للغازات الموجودة داخل خليط منها بساوي مجموعة الضغوط الجزيية لكل واحد منها كما لو كان لوحده اذا البراشر للمجموعة من الغازات البي توتال بساوي البي وان زائد بي تو زائد بي تري ان سون مثلا هاي البي وان البراشر واحد بي تو تلاتة بي سي اتنين قيمته التوتال حليقيها واحد زائد تلاتة اربعة زائد اتنين حيساوي ستة اذا هو مجموعة هذه الضغوط اذا هاي الضغوط انه عبارة عن بي توتال بسي بي 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 سي ولو كان عندك المزيد برضو ما فيش مشكلة هنا هو اعطاني مسألة وتطبيق عليها تطبيق مباشر بقول من الاكسجين والنيتروجين والووتر فيبر هذه الغازات التلاتة البراشر بتاعها على التتابع 742 ملي متر كلها بيستوي مع بعض 742 ملي متر ملك البراشر النيتروجين والاكسجين بيستوي على التتابع 581 ملي و 143 ملي متر زيبق احسب لي قديش البراشر البراشر للووتر فيبر قديش البراشر البراشر الو بسيطة جدا البي توتل بساوي البي للنيتروجين زي البي للوكسجين زي البي للفيبر ووتر واذا الثلاتة الان هقول البي بتاعت الووتر بساوي بي توتل ناقص بي ونعوض عنهم وحنلاقي النتيجة تطلع 18 ملي متر ملك هذا هو ايش دالتونز لو اللي احنا اتكلمنا عليه حالات المادة هذي حالات المادة حالات المادة زي ما احنا قلنا اللي هو التغير في المادة تغير المادة تغير حالة المادة يعني ممكن نتغير الصلب الى سائل او الى قاز والسائل يتحول الى صلب او قاز والقاز يتحول الى سائل او صلب اذا هذا اللي بنسميه changes of state the changes of state بيقول انه a process in which substance is transferred from one physical state to another physical state تعال نشوف الحالات هذه كيف ممكن تتحول ويش هي المصطلحات اللي احنا لازم نعرفها في تحول كل حالة الى حالة اخرى هنا figure 7.15 there are 6 changes 6 6 تغيرات of state possible for substances the 3 endothermic 3 منهم endothermic changes اه والزي which require the input of heat يعني بدها حرارة عشان تتحول هي عبارة عن melting واحدة الـ 2 اللي هو التسامي 3 وفي 3 اخرين exothermic exchange exothermic exchange وهذا يكون في release energy بتطلع منها طاقة زي عملية التجميد عملية condensation تكثيف عملية الترسيب deposition هذا الكلام هتلاقيه هنا واضح جدا اول حاجة لو اخذنا الصلد 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 هاي بتحول بتحول الى liquid بالترسيب العملية بنسميها melting هذا الملتنج فيه absorbed يعني مصة للحرارة او الصلد ممكن يتحول مباشرة الى غاز دون ان يمر بحالة liquid سمناها sublimation وهذا برضو heat absorbed برضو مصة للحرارة endothermic وممكن من liquid الى غاز برضو بنسميها evaporation وهذا heat absorption اذا الثلاث اللي باللون الاحمر هنا الثلاث الهيئة بالاسهم الحمر هنا كل هذول الثلاث بعبر عن اللي هو الامتصاص للطاقة يعني التحولات هذي بيصحبها امتصاص للطاقة الحالات الاخرى الثلاث الاخرى طبعا بتكون exothermic اللي هي باللون الازرق اول مثلا حالة مثلا انه liquid ممكن يتحول الى solid freezing اذا يعطينا حرارة او الجاز يتحول الى liquid تكثف condensation برضو بتنطلق حرارة وممكن الجاز يتحول الى solid برضو بتعول حرارة وهذه هذا العملية بالازرق اسمها exothermic والعملية بالاحمر اسمها endothermic اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله هان اذا endothermic reactions هي عبارة عن change of state هو تغير للحالة اللي بيصحبها امتصاص للطاقة الحرارية والان exothermic reaction برضو نفس العملية هي التغير في الحالة اللي بيصحبها امتصاص او بيصحبها اللي هو فقد للحرارة او بتعطي حرارة endothermic reactions